أهلا بحضراتكم من جديد الحمد لله النهاردة يمكن بأسة فريق النادي الأهلي وصلت بسلامة الله في حوالي الساعة السادسة من صباح اليوم إلى القاهرة عائدة من جوانسبرج بعد أداء يعني مباراة الزهاب في الدور نصف النهائي للنسخة الأولى من الدوري الإفريقي أولا نقطة مهمة جدا ليه علاقة بترتيبات السفر ترتيبات الإدارية واللوجستية اللي قام بها الأهلي خلال الفترة الأخيرة بصراحة يعني بتوفر مناخ جيد جدا للجهاز الفني واللعبين نتمنى يا رب يكون فيه استفادة بالتفاصيل الإدارية اللي تم تحضيرها بشكل كويس للفريق سواء في السفر أو في العودة لأن الأهلي إن شاء الله النهاردة الفريق راحة بكرة يكون فيه تدريب أساسي ورئيسي المباراة يوم اللاربع إن شاء الله في استاد القاهرة الدولي فيه فرق بتواجه أزمات كتير جدا في توقيتات السفر في رحلات السفر في بعض الأحيان للأسف يعني كانت بتتعدل بعض الموعيد استجابة لطلبات بعض الفرق ولكن خلاص مباراة العودة إن شاء الله يوم اللاربع سواء بقى ساندونز وصل النهاردة وصل بكرة متأخر عندهم مشكلة في حجزة تيران مش قصة الأهلي خلاص المطش يوم اللاربع انت طلبت تأجيل أو تغيير معادي الزهاب فتأجل لك يا سيدي وتعددت لك المباراة في التوقيت اللي ينسبك مطش العودة الساعة 8 إن شاء الله في استاد القاهرة لا مجال للتعديل أو للتغيير أيا كان بقى المنافس جاي النهاردة الفجر جاي بكرة الصبح مع عنده جرى 24 ساعة دي مشكلته لكن الأهلي قدر يزبط موعده ويصل فجر اليوم عشان يكون فيه فرصة طيبة إن الفريق يريح النهاردة وياخد وقته بشكل كويس جدا في الراحة وبكرة إن شاء الله يكون فيه تدريب رئيسي للفريق إن شاء الله في نفس توقيت المباراة قدامكم على الشاشة يمديد لقطات حصرية لمغادرة فريق النادي الأهلي من مطار جوانيسبرج للوصول إلى القاهرة يمكن الفريق مبارح استقل الطائرة أو في الرحلة حوالي الساعة التاسعة من مساء أمس يمكن بعد نهاية المباراة على طول توجهها على طول المطار انتهت الإجراءات بشكل كويس جدا وعايز بصراحة وبكل أمانة أوجه الشكر والإشادة لرجال السفارة المصرية في جنوب إفريقيا السفارة المصرية في جنوب إفريقيا قامت بمجهود خرافي مع بعثة النادي الأهلي لأن بعثة النادي الأهلي وجهت صعوبات يكاد تكون دي لأول مرة البعثة تواجه صعوبات عندما تواجه سانداونز في جنوب إفريقيا كان كل مرة تبقى فيه ترتيبات كان فيه إجراءات بيقوم بيها النادي المضيف ولكن للأسف غياب التنصيق الأمني مع بعثة فريق النادي الأهلي في الاجتماع الأمني المنصق الأمني الكيني ألن خكامة ما أمش بأي دور خالص والنهاردة حتى أنا كنت أتكلم مع مسؤولين في اللجنة المنظمة وفي الاتحاد الأفريقي في استياء كبير جدا من المنصق الأمني الكيني اللي كان مشرف على هذه المباراة مش معقولة بعثة فريق النادي الأهلي تكون في جنوب أفريقيا ثلاث أيام السفارة المصرية مع إدارة النادي الأهلي ومع البعثة بتقوم بكل المجهودات عشيكون فيه تأمين للبعثة لكن على الجانب الجنوب الأفريقي الناس ما أميتش بدورها على جانب دور المنصق الأمني الكيني ما أمش بدوره وأنا هنا بوجه رسالة لللجنة المنظمة البطولة دي معمولة عشان التطوير عشان التحديث تبقى البطولة دي شبيهة بتنظيم كأس العالم شبيهة بالأحداث والإيفنتات اللي بينظمها الفيفا ولكن على المستوى التنظيمي مشاكل تنظيمية في اللقاء سينبا والأهلي في تنزانيا دون الخطف التفاصيل مشاكل تنظيمية في مباراة ساندانز والأهلي في بريتوريا منصق أمني مش أين بدوره عشان جدر موجه الشكر للسفارة المصرية على دورها الكبير جدا مع النادي الأهلي في هذه الرحلة تحديدا السفير مع السفير الكنسل رجال السفارة بلا استثناء بصراحة قاموا بمجهودات مضنية مع النادي الأهلي تولى تواجد البعثة في جنوب إفريقيا